تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشهد الذي تعود جذوره إلى حقبة الاحتلال الأميركي للعراق يسعى إلى إقامة دولة إسلامية وفقاً لرؤيته الخاصة التنظيم وإن كان يقود التوسع المسلح في العراق حالياً إلا أنه ليس الوحيد فقد عزم ثوار أشائرنا يشارك التنظيم جامع سنية مسلحة منها حزب البعث وجيش النقش بندية الذي يشكل تدافلاً بين الفكر الديني والقومي في المناطق السنية أيضاً هناك الجيش الإسلامي في العراق وهو الناشط على الأرض وإعلامياً أيضاً كما أن هناك مسلحي العشائر المحتجين على ما يصفونه بالمظالم المحلية في مناطقه يبدو أن حال الشكوى من المظالم المحلية لدى السنة في العراق دفع إلى مسلحين من المنطقة لعقد تحالف مع الدولة الإسلامية في العراق والشام هم دخلوا في مواجهة مباشرة مع هذا التنظيم منذ سنوات لكن قوة موارد هذا التنظيم إضافة إلى موقف السنة من الحكومة المركزية في بغداد دفع إلى عقد هذا التحالف على ما يبدو بالمقابل يتنوع الموقف السني المؤسسي من الصراع المسلح فبينما يشدد مفت الديار العراقية رافع الرفاعي على وحدة العراقيين إلا أنه يشير إلى ما يصفه بمظالم أهل السنة في مناطقهم أما مجالس الصحوات التي كانت سبباً رئيسياً في تراجع الجهاديين في العراق بعد عام 2008 فقد انقسم موقفها بين القيادي أحمد أبو ريشا الذي دعا إلى التعاون مع الحكومة لمواجهة ما وصفه بالإرهاب وبين علي حاتم السليمان الذي اعتبر ما يدور في المناطق السنية ثورة شعبية تباين في مواقف المجامع السنية يؤشر على مدى التعقيد في المشهد السياسي العراقي اليوم مراد قطن الشيشاني بي بي سي ترجمة نانسي قنقر